اهتمام كبير يا جمانة الحقيقة بتعليم الكبار وخطط محو الأمية حالياً بيتم استخدام الزكاء الاصطناعي والابتكارات الجديدة للمساعدة في محو أمية نسبة كبيرة جداً من غير المتعلمين ده غير كمان إنه في خطة حالياً بتشتغل عليها هيئة تعليم الكبار للوصول إلى صفر أمية بحلول 2030 خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الخطة معنا على التليفون دكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار صباح الخير ألحظك يا فندم وبعد التحية حابين نعرف من حضرتك أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تدعيم منظومة المتعلمين وإزاي يساعدهم في استخدام برامج برامج كمبيوتر تحاكي المعلم صباح النورة جمانة وصباح النورة عصد محمد وصباح الخير على السادة المشاهدين جميعاً الحقيقة دمج التكنولوجيا في ملف التعليم سواء كنا نتحدث عن التعليم النظامي أو التعليم غير النظامي اللي هو تعليم الكبار أصبح ضرورة ولا مفر منه والحقيقة التكنولوجيا حينما تدخل إلى التعليم بتكسبه المتعة وتكسبه الموضوعية التي تعني النزاهة والتبرق من الهوى والبعد عن العاطف الحقيقة الزكاء الصناعي هو أحد مخرجات التكنولوجيا الحديثة الذي سوف يحدث ثورة في التعليم كما أحد الثورة في الصحة وفي التجارة وفي مجالات الحياة ومناشط الحياة المختلفة الحقيقة محتاجين أن العلم يسبق الواقع بخطوات وخطوات دمج الزكاء الصناعي في تعليم الكبار الحقيقة من باب التوعية ومن باب أهمية هذا الموضوع فكل مجالات الحياة التلاجة في البيت بتعمل بتطواتش الموبايل الحاجات دي كلها أيمة كلها فكرتها على الزكاء الصناعي توعية الدارسين الكبار بمفهوم قد يبدو صعب اللي هو الزكاء الصناعي ولكنه ليس مستحيلا أنه نرشد ونوعد دارسين بأهمية الزكاء الصناعي ده عظيم يعني إحنا مش بس بنعرفهم مصطلح الزكاء الصناعي يعني إحنا كمان بنعرفهم وبنستخدمه كمان في التدريس ده صحيح ده صحيح ده صحيح وبعدين التكنولوجيا دلوقتي أصبحت تحاكي المعلم والحياة الدولة بزلك به الجبارة ومطنية وتبزل وسهل تبزل إن شاء الله عندنا المدارس الافتراضية على موقع ودارة التربية والتعليم بتقدم واجبة علمية داسمة لكل طلابنا في كل المراحل التعليمية شرح مبسط وشرح جميل من خير شباب مصر من المعلمين التكنولوجيا حينما دخلت التعليم وفرت الكثير من الوقت وفرت الكثير من المال وفرت الكثير من الجهد أكسبت عملية التعلم المتعة وجعلتها شيقة ولا يمكن استبعادها شيئنا أبين أصبحت شريك حياة في كل مناشط حياتنا اليومية التكنولوجيا الحقيقة دمج التكنولوجيا دا أصبح ضرورة من ضروريات الحياة وظلنا طلاب أو رواب الصورة الصناعية غربعة أن التكنولوجيا ستكون بديلاً على الإنسان أو الآلة بديلاً على الإنسان ولكن أكد رواب الصورة الصناعية الخامسة اللي انطلقت في 2020 بما لا يدع مجال الشك أن الآلة لا يمكن أن تكون بديلاً عن الإنسان بكل تأكيد يا فندم طيب دكتور يعني عذراً لضيق الوقت وأخيراً وسريعاً جداً هل في محافظات تم أعلانها لأنها خالية من الأمية؟ إحنا الحقيقة عندنا الحمد لله رب العالمين وده خبر صري جداً محافظة جنوب سيناء لأول مرة في التاريخ بتنزل نسبتها عن 7% دلوقتي 6.69% يعني أقل من 7% اللي هو الصفر الاختراضي اللي احنا بنطلق عليه نقول إن هذه المنطقة أو هذه الدولة خالية من الأمية إذا كانت نسبتها أقل من 7% فمحافظة جنوب سيناء الحقيقة نزلت من 7% في هذه الدورة ولسه إن شاء الله هنعلم دورة يناير وفي مفاجأات قادمة إن شاء الله عندنا المحافظات الحدودية على وشك في عام أو عامين إن شاء الله نستطيع أن نعلنها خالية من الأمية بإذن الله بإذن الله طبعاً شكرين مجودات حضراتكم إن شاء الله دكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بنشكرك يا فنم جزيل الشكر